السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله انا كنت عينا شوية فتح الله ارحم لك الوالدين ايه اه يودالينا مع والداتنا الله ياهديهم ووفقهم اللي خير نشاء الله ووفق راح ترى احنا اللي خير نشاء الله السكرة يبانا تنحفظ شوية القرآن ما كيبغيت شدية في دماغي واشمع المشاكل مع ديال الدراري ولا والله ما ما نعرفش عن قليك السي الحاج والتعلي معنا الله يزاك بالخير بارك الله فيك لله ان شاء الله يا ربي يا ربي انا جزاك بالخير تسعيلها Unternehmen انطلبوا الله سبحانه وتعالى لنا فاطمة انطلبوا الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلاء وباسمه العظيم الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل باعطاء أن يحقق لك الرجاء الله يشافي ويعافي ويداوي ويحفظك الوليدات والعائلة والأحباب وكل مستمعين لمعنى اللي عنده شي غارات الله يقضيه له واللي عنده شي ولدات الله يصلحهم له واللي عنده شي ديون الله يقضيها عليه واللي عنده شي نزاع أو شي غضاب الله يطفيه وانطلبوا الله تعالى يجمع شمل لجميع كنبغي نقول الأحباب الكرام خسنا دائما نبقاوا رفعين اللواء ديال التفاؤل نحن الحمد لله في واحد البلد بلد أمين بلدة طيبة ورب غفور بلدنا بلد المغرب بلد الأولياء وبلد الصالحين وبلد المساجد والمآدن وبلد الخمسين ألف ختمة قرآن في كل شهر بلد المؤمنين وإمارة المؤمنين هذا البلد رغم الظروف العصية التي قد نمر بها بسبب غلاء الأسعار بسبب الضعف في الميزانيات بسبب الارتباك الذي قد يكون في بعض القطاعات كل هذا إن شاء الله تعالى سوف يزول اللي خسنا ندروا دائما هو القوم تفائلين واندروا اليد في اليد جميعا أبناء الوطن حكومات وشعب ونقابات وجمعيات ومسؤولين الجميع اليد في اليد لأننا نحن نركب في مركب الوطن هو عبارة عن مركب ونحن نسير في هذا المركب وعندنا قائد ملهم وعندنا إن شاء الله أمل أن نصل جميعا آمنين إلى بر الأمان أبغينا الشباب دينا جميعا جميع الشباب على اختلاف مستويتهم وعلى اختلاف تخصصاتهم الكل يجد لهم موقع قدم في هذا البلد الأمين والكل يأخذ نصيبا من الكعكعة التي تزخر بها هذه البلدة الطيبة أسأل الله تعالى أن ينفع بالجميع وأن يبارك في الجميع ودائما وصية هي أن الإنسان لا يستسلم لليأس ولا يستسلم للقلق ولا يستسلم للحزن دائما يقول إنسان متفائل وليقول لرب اسمه الكريم لرب اسمه الرحيم لرب اسمه اللطيف وإن شاء الله ستفرج إن شاء الله ستفرج للجميع بفضله ومنه وكرمه إذا تدخل المولى عز وجل فإنه يعطي بالأسباب وبلا أسباب وضد الأسباب وإذا توكل العبد على خالقه بيقين سوف يرى ما يدهشه فالمستقبل لنا والوطن لنا والخير كله لنا فضلا من الله وإكراما قولوا جميعا أمين آمين أمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة